السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله يوم راح نتكلم عن الاميو دارون. طبعا الاميو دارون من الادوية شائعة الاستخدام وهو من الانتي ارثميك اه دراج. تمام. الاميو دارون موجود على شكل انبولة به مية وخمسين ميلي جرام بالثلاثة مل يعني تقريبا المل الواحد به خمسين ميلي جرام. موجود باسم تجاري شائع جدا اللي هو الكور دارون. طيب شو الميكانزم اف اكشن اف اميو دارون. هو كلاس 3 انتي ارثميك. اللي هو البوتاسيوم channel blockers. يسوينا انهيبشن للادرينيرجيك استيميلايشن يشتغل على الفا والبيتا بلوكين. ويسوينا افكت للصوديوم بوتاسيوم وكالسيوم channels. prolongation للaction potential and refractory period in myocardial tissue. decrease av conduction and sinus node function. عالميكانزم ملت. طيب شو الانديكيشن. اف اميو دارون. طبعا الاميو دارون نستخدمه بالكارديو pulmonary resuscitation يعني المريض اذا عنده VF او عدة pulseless تاكيكارديا. هنا نستخدمه بجرعة 300 ميلي جرام. يعني ويكون undiluted بدون تخفيف. طيب. بالنسبة الارثمية نستخدمه بالاف. بالsustained monomorphic VT. بال supra ventricular tachycardia. سواء كانت. اتريو ventricular nodal reentrant tachycardia. او اتريو ventricular reentrant tachycardia. او focal atrial tachycardia. بالنسبة الادمنستراتيشن اللي هو هذا الجزء مهم. قبل ما نبدأ بالادمنستراتيشن الاميو دارون هو incompatible with normal saline. incompatible with normal saline. يعني ما يصير نضيفه للnormal saline. لكن اكو نوع من الاميو دارون اللي هو يسموه نكستيرون. وهذا نقدر نخففه بالnormal saline. طبعا النكستيرون يعني ما متوفر بشكل هو يعني قليل متواجد. احنا الاكثر اللي هو الكوردارون. الكوردارون ما يصير نخففه بالnormal saline. طيب. بالنسبة الادمنستراتيشن. اذا المريض عندي. VF او pulseless tachycardia. هنا ننطي انبولتين. ننطيهن direct IV بولس. بدون تخفيف. undiluted. طيب. اذا المريض عندي ارضمية سواء كانت اي اف. او monomorphic VT. احنا راح نجيب بالبداية انبولة. اللي هي مية وخمسين ميلي جرام. نضيفها الميت سي سي ديكستروز ووترا بالخمسة بالمية. قلنا اللي عم يدار الميصر نضيفها للnormal saline. ونمشي خلال عشرين دقيقة. يعني تقريبا نمشي بالدقيقة الوحدة نصف سي سي. نقدر نمشي خلال عشر دقائق. يعني نقدر نمشي خلال عشر دقائق ننطي واحد سي سي بالدقيقة. مو مشكلة. طيب. بالنسبة المنتينس دوز فهنا المنتينس دوز بيها حسابات. يعني اول سالس ساعات ننطي واحد غرام عفو ميلي بالدقيقة. وبعد ثمنتعش ساعة ننطي نصف ميلي جرام بالدقيقة. الدوز الكل تقريبا خلال عرب و عشرين ساعة. تسعمائة ميلي جرام. تسعمائة ميلي جرام يعني ستة امبولات. طيب احنا شو راح ننطيهن? لالتبسيط راح نقسمهم ثلاث جرع. يعني نجيب ستة امبولات. قسمهم ثلاث جرع. نضيف امبولتين. الخمسمية سي 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 ننطيهن خلال ثمان ساعات. هاي الدوز الاول. الدوز الثاني نفس الشي. امبولتين نضيفن خمسمية سي 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 غلوكوز ووترا بالخمسة بالمية. وننطيهن خلال ثمان ساعات. الدوز الثالث نفس الشي. فرح يصر ادنى تسعمائة ميلي جرام بالعرب و عشرين ساعة. هذا بالنسبة للمنتينس دوز. اذن بشكل مختصر. اللودينج دوز. ننطيه امبولة واحدة نخففها ميت سي سي بلوك دكستروز ووتر. وننطيها خلال عشرين دقيقة. اما بالنسبة للمنتينس دوز فنقسمة لث دوزات تقريباً تسعمائة ميلي جرام. طيب. شون الثالث. دوز النجنسي. للاد عشرين الهيبو دارون. إذا شخص على عبر السنسي. اذا شخص على صكس سينصر. إذا شخص على صخص الاستغرث. رو لاعشرين أو ثرغين. اميو دارون. طيب. اللي هي الاكسرافزيشن. فنتأكد انه قبل ما ننطلع نتأكد انه النيدل او الكاثيتر اللي هو الكانيولة بمكانها ما متحركة. وبالنسبة للاميو دارون احنا بالارثمية نستخدمه بس ما نستخدمه كفيرس لان بالنسبة للاميو دارون. اش اللي هي non life threatening ارثمية على سبيل المثال اي اف. اذا بقية الانتي ارثمك. يعني نمطينا على سبيل المثال بال اي اف. نمطينا اه ميتوبرولول. انافكتف. وبعدها نمطي اميو دارون. يعني نتفيرس لاين. بالنسبة للولف باركنسون ويس سندروم فهو الاميو دارون شد لاي يستخدمه في الولف باركنسون ويس سندروم. اميو دارون بمكين نتخدمه. الاميو دارون اخدامكم. الاسميو دارون اخدامكم. بالneurological ممكن نسيونا abnormal gaits, coordination problems, dizziness, involuntary movements, peripheral neuropathy. بالophthalmic ممكن نسيونا corneal deposits, visual disturbance الاخري. وهي قدامكم ال serious side effects ممكن نسيونا brady arrhythmia, disarrhythmia, congestive heart failure. والinjection site extravasation, steven johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis. الاخري من ال side effect. البريغنانسي طبعا الميودارن يعتبر fetal harm. فلا هذي ما نستخدمه بالبريغنانسي. طيب. لكن اش وقت نستخدمه بالبريغنانسي اذا البقية الالاجات ما جابت افكت. فنقدر نستخدمه بالبريغنانسي. هاي الحال الوحيدة اللي هني قدر نستخدمه بالبريغنانسي. طيب. ان شاء الله يكون الموضع واضح وبسيط ودمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.